بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مخاتبكم محمد عبدالزيقتراد رئيس قائمة الحزب الجمهوري عن دائرة القيروان وشعاره الزيتونة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء الحزب الجمهوري حزب عريق ناضل ضد ديكتاتورية منذ ثلاثين سنة وكان دوما في عمق المجتمع يعايش المعاناة اليومية للفئات الفقيرة في الجهات المهمشة ويدافع عن المقدر الشرائية للطبق الوسطى اللي ترات البرنامج الشامل للحزب الجمهوري يتمحور حوله ضمان الأمن العام الذي يعيد للدولة سيادتها مقاومة الإرهاب ومؤازرة أبناء هنا في مواجهته التركيز على التنمية الجهوية ورفع العزلة عن الجهات المهمشة تأمين العيش الكريم للمواطن بتوفير مواطن الشغل والتقليص من نسبة البطالة إصلاح المنظومة الصحية ومراجعة برنامج التعليم والخدمات النقل إن جهة القيروان التي ولدت فيها وتربيت بين أهلها وأنا أقاسمكم فيها مشاكلكم ومشاغلكم تعاني من صعوبات تنموية جراء التهميش والنسيان في العهدين السابقين وحتى بعد ثورة 2011 ومنها ارتفاع نسبة الفقر بما يفوق معدل الوطني ازدياد نسبة البطالة تردي الوضع الصحي بنية تحتية مهترئة ونحن نتعهد إن شاء الله بالمطالبة ببعث مناطق صناعية بمختلف معتمديات الولاية إحداث مشاريع تنموية توفر مواطن شغل للشباب وتساهم في تقليص نسبة البطالة المطالبة بمراجعة الخارطة الصحية بالجهة مساعدة صغار الفلاحين بالمطالبة بمراجعة إسعار الأسمدة وتعميم كهربة الأبار وتعبيد المسالك الفلاحية المطالبة بتزويد مختلف تجمعات سكنية بالماء الصراع للشراب تصوروا في القروان 160 مدرسة ما فيها شيء ماء تعزيز شبكة الطرقات بولايتنا وربطها بالطريق السريعة وإعادة بعث السكة الحديدية المطالبة بإنشاء مدينة رياضية تساهم في تأثير الشباب وتطوير مهاراتهم المطالبة بمحكمة استناف بالجهة المطالبة ببعث قطب جامعي يجتمل على مختلف التخصصات المطالبة بتنشيط السياحة الثقافية بالجهة سيداتي سادتي إن انتخاب قائمة الحزب الجمهوري هي ضمان لعدم ضياع أصواتكم وضمان لتنفيذ برامنا اقتصادي وثقافي واجتماعي شامل صوتوا لقائمة الحزب الجمهوري وما تنسوش اللي شعارها شجارة الزيتون وكيما يقولوا المالي ماشي للصدر الزيتون أولى بيه بارك الله فيكم اشتركوا في القناة